السلام عليكم اهلا بكم الفيديو اللي اعمل معكم دلوقتي هو عبارة عن وقبة اسناكس كده خفيفة مفيدة جدا مكتملة العناصر الغذائية يعني لو حد يعني طفل عنده انميا او اي شخص كبير برضو هي هتفيده جدا في حكاية الانميا دي وفي كل حاجة يعني ممكن استعمل الوجبة دي التحلية دي كتحلية او نستعملها كوجبة اسناكسة خفيفة في فطار او في عشا او بين الوجبات او للتحلية كده بعد الاكل ممكن ولادنا نزلين الصبح الرايحين لمدارسهم ممكن يأكلوا يعني طبق او مج من الحاجة الحلوة اللي احنا هنعملها دلوقتي فكل اللي هنحتاجه ان احنا هنجيب طفاحة مبشورة وبعد ما نبشورها بالشكل ده نجيب كباية مية مغلية وهنسقط فيها زي ما حضرتكم شايفين كده حطينا بقى الطفاحة مع كباية المية المغلية وهنضيف عليها كمان نص كباية سكر والسكر دي طبعا حسب الرغبة وحسب الكمية اللي انت هتعمل لها العدد الافراد اللي انت عاوزها فانا حطيت هنا دي كباية صغيرة بما يعادل يأقل من نص المجل اللي بنشره في الشاي فانا حطيت بقى السكر مع الطفاحة دي في المية السخنة المغلية وهنرفعها على النار مع ايه؟ مع اضافة تانية في المكون بتاعنا ده احنا محتاجين النهاردة الشفان الشفان دوت اهوت معروف ان هو غني جدا بالزنك والزنك بيقوي الجهاز المناعي وكمان بيه مفيد اوي لعدم تساقط الشعر وحاجات كتير يعني فاحنا هتضيفه كمان مع الطفاحة والسكر والمية المغلية بالشكل ده دول حطيت خمس معالق من معلقة الاكل من الشفان هتديهم غلوة واحدة كده على النار وايه اجيلكم تاني يعني انا هتديها غلوة كده على النار دي كانت المية دي صخنة شوية فانا ايه هاخدهم كده على النار عشان يكون السكر داب فيهم وكمان الطفاح والحاجات تشربت مع الشفان ده منظر الشفان بعد ما انا غليته على النار بالسكر بالطفاح وكوباية المية وكان ممكن برضو بدل كوباية المية هضيف كوباية لبن لكن احنا لسه هنضيف لبن تاني فعشان كده انا قلت ايه اعملها يعني اقتصرها شوية وايه احط كوباية المية في الاول بعد كده بنعمل ايه بنجيب بقى يا اما بولات كده او مجات يا اما في المج او البولة الصغيرة او بولة كبيرة حسب بقى ايه اللي هياكل طفل او كبير او صغير وحسب الكمية اللي انا اللي انا عاملها فانا دلوقت جبت مسلا بولة صغيرة وبولة كبيرة وايه احط فيها ايه الخلطة بتاعت اللي انا عملتها دي يعني هقدم لطفلة حطوله مسلا يعني كمية على قده حد كبير برضو وحطوا ايه كمية على قده الكمية اللي ياكلها فدي الخلطة اللي انا عملتها طبعا احنا عارفين ان الطفاح ده كل حديد وكله ايه فيه الياف وفيه بكتين وفيه حاجات مضادات اكسادة يعني الطبق اللي ده هيبقى مغزج جدا بعد كده انا ما اكون ايه مجهزة عندي لبن مغلي باخد منه بقى هو اضيف على البولات دي يعني هنا مسلا اهو اضيف كده ده اللبن مغلي وسخنة لسه وهنا كمان اللبن مغلي زي ما انتو شايفين كده انا اضافته وطف طبعا لسه هايه هيتشرب كمان يعني الشفان هيتشرب كمان من اللبن وهيتقل شوية لكن مش معنى كده ان انا كده خلصت بقى خلاص لكن في ايه فيه اضافة تانية ممكن ازود بقى كده في البولة زي ما اجتلكم ممكن احط في مجه صغير على قد لو كان طفل صغير يعني دي بنكلها اما بكون بردة يعني ممكن يعني نسقعها ونكلها او نخليها ايه او نعملها اه سخنة لو كنا في الشتاء فدايما بيكلها بقى وهما رايحين الشغل رايحين اا او بين الوجبات او الصبح كده كفطار سريع فهي بتبقى مغزية وشكلة قويه وطعمة قوي بس لسه بنحط لها اضافة تانية نشيل الحلة دي كده بعيد شوية نشيل دي كمان يبقى بعد كده عندي ايه النظف المكان ده كمان كده يبقى هنا عندي البولة عيد اتمنى تكون واضحة كده وكويسة فهنا البولة الصغيرة اللي ايه طفلة او اي حد اا يعني مش عايز كمية كتير حد مش عايز كمية كتير نحط له ايه في البولة الصغيرة بعد كده ايه هجيب ايه الهنا حط على وشها هنا فواكه اما حط بقى مكعبات من التفاح واجيب ايه 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 احط عليها مكعبات من التفاح لو عندي بقى مكسرات كمان ايه هضيف على الوش لو عايز اقدمها سخنة في الشتاء هقدمها سخنة قدمها بردة استنى لما تبرد و ايه احط عليها الفواكه دلوقتي وهي سخنة بعدين كده ايه ابردة نقطع مكعبات التفاح ونحطها وكمان ايه لسه كمان في اضافة بعد التفاح لو عندك مكسرات هتحطي لو ما فيش مكسرات وعندك يعني مش لازم يعني لوز وبندق وحاجات من دي ممكن تحط ايه شوية سوداني مع الفكهة بتاعت التفاح ممكن نحط طفاح ممكن نحط طموز ممكن نحط كومترا الكومترا برضو فيها حديد وفيها الياف وزيها زي الطفاح والطفاح بقى بيزيد عليهم ضدات الاكسادة والبكتين والحاجات دي الموجودة في القشرة بتاعته فتبقى عندك وجبة غنية بالزنكة غنية بالحديدة غنية واللبن برضو بروتين حيواني وكده فتبقى ده وجبة متكاملة جدا للي عنده انيميا واللي عنده ضعف والطفل اللي رايح مدرسته واللي رايحة شغلها ويعني الواحد لو اكل بس طبق صغير الصبح كده يعني بيكفي كمين طول النهار يبقى ايه يعني كويس جدا مفيد جدا طبق مكعبات الاطفاح ونحطوها على الوش ونجيب عليها شوية من السوداني المتأشور